اهلا وسهلا بكم جميع كيوقع في هذا الخطأ هذا وهو في اللحظة اللي كنفتحوا الصفحة وكنبغيو نزودو المتابعين كيف ما كتشوفوا معايا اول حاجة كنديروها وهدي كل شي كيديرها الطريقة عادية وهي طريقة خاطئة كيف ما غاتشوفوا معايا وغنوضح لكم علاش وهو اننا كندخلو للتعليقات الناس اللي كيكونوا خلونا اللايكات كيف ما كتشوف دب هنا يا كنختارو وكندخلو للك الفيديو وكننزلو للأسفل فين عدنا اللايكات كنكليكو عليها كيف ما كتلاحظوا معايا بهالطريقة هادية وكنبقاو كنوجهو الدعوة للك الناس اللي يتفعلوا معانا هالطريقة هادي نسيلبية ديالا شنو هي وهي ان مرة مرة تقدخل على الفيديو ديالك والمشاهدة ديالك للفيديو الفيسبوك كي يعتبرها بان تحايل منك باش كتجمع الدقائق كيف ما كتلاحظوا في اي لحظة كنبغي ندخل يعني باش ندير ذاك اللايكات ضروري انني كنشوف الفيديو ديالي وهالطريقة هادي خطأة طريقة تانية اللي كيديروها مجموعة ديالياخوان وهي انك يدخلوا لهنايا وكينزلوا غي غاتشوفوا هنايا في الاسفل اللي لاحظوا معايا لاحظوا معايا مزيان دعوة اصدقاء شتوا هاد الميزة هاد الميزة هاد يلكلي كي تعليها دبا حاليا يعني غاد يتحولك للبروفايل ديالك وغاد توجه دعوة للاصدقاء ديالك باش يتابعوا الصفحة ديالك ولكن الى درناها من هنا من الهاتف يعني هي دائما كي تكليك عليها كتحولك البروفايل ولكن الى درتها من الهاتف كتعطيك واحد العدد محدود ديال ميزة واحد كأقصى حد في كل نهار وما كتبانناش واحد الرسالة اللي كتباننا على الحاسوب اللي خاصنا نمشي دبا الحاسوب ونشوفها من بعد طريقة ثالثة اللي كيديروها الاخوان وهي كدلك طريقة خاطئة وهي انك نزل هنا لأسفل وكتدير نسخ الرابط ديال الصفحة ديالك وكتبقى توزع المجموعات وهالطريقة هذه غالطة لان اغلبية ديال المجموعات كيكونوا ديرين حضر الروابط وغير كتحط الرابط ديالك كيجي الادمين ديال المجموعة وكيدير لك سبام وهنا كيجيك تنبيه بمخالفة سياسات المجموعة دبا الطريقة الصحيحة اللي خاصنا نديروها باش نزودوا المتابعين ديالنا للصفحات ديالنا خصوصا غي تكون الصفحة جديدة هي هذي اللي غاتشوفوا معايا دابع حاليا واللي غنقوموا بها من الحاسوب لانك كيف ما لاحظوا يمكنك تقوم بها من يعني من الهاتف ديالك ولكن غي غاتشوفوا على الحاسوب غتبلكم احسن وغتفهموا الطريقة احسن دبا غندخلوا الصفحة ديالنا كيف ما غتلاحظوا معايا هنية هذه هي صفحة ديال زاد للتكنولوجيا. كنكليكيو على الايقون يعني كنتحولوا لصفحة الواجهة الرئيسية. لاحظوا معي هنايا. كنكليكيو على هاتلتة ديال النقاط هذي اللي هنايا. وكنمشيو لهذه النقيطة ديال زيادة عدد جمهورك. هذي هي كنكليكيو عليها. متابعة الى ميطا بيزني سويت. هذي علش قلت لكم انديروها من الحاسوب احسن. هنا كنكليكيو على متابعة. مباشرة كتعطي لك الناس اللي تفاعلوا معاك على الفيديوهات ديالك كاملين. بلا ما دخلت شوف لا فيديو لا تشي حاجة. هذي علش قلت لكم من الحاسوب احسن. اوكي تفاهمنا بس تبال لكم هاد هاد سميتو. هاد هاد الرسالة هذي. دب هنالك ليكيتي فهنال بغيتي تختار شي واحد ما تديروش يعني ما توجهلوش الدعوة ما توجهلوش. بغيتي تدير هاد الناس كاملين توجهلوهم الدعوة يعني يكفي انك تكلي كعلات السام اللي كان في الاعلى وكتحدد كتتعلم على الخانات كاملين وبالتالي كتكون وجهتي الدعوة لجميع. وهنا من الاسفل بعد ما كتسالي لبغيتي هنا تدير يعني وحدة وحدة ما كندير انا دبع حاليا. بشي لابل لك شي واحد ما توجهلوش الدعوة ما توجهلوش الدعوة ما شي مشكل. بها الطريقة دي يعني كنختار. يمكن لك انت من الاعلى تكسام صغير لك يبن في الاعلى تكريكي عليه وتحدد الجوج دي للخانات ولغي يبنو لك وبالتالي كتوجهد دعوة. هنا في الاسفل كنديرو ارسال الدعوة وبالتالي كنكونو ارسلنا الدعوة للجميع. اوكي يعني بهالطريقة دي كتكون احسن لان ما كندخلوش للفيديوهات دينا نشوفوهم. هنا دبا نرجع للصفحة دينا عاوت من جديد وغادي نمشي مباشرة لليمين هنا الى لاحظة هنا يا معايا في اليمين. وكنكليكيو على لوحات المعلومات الاحترافية. كننزلو الاسفل كيف ما كتلاحظو معايا هنا غاتشوفو دعوة اشخاص للاتصال. يمكنك دعوة اشخاص لمتابعة صفحاتك. لاحظوها معايا كنكليكيو عليها. مباشرة بعد ما كنكليكيو عليها كيطلبونا يعني التحول الى البروفيل كنكليكيو التبديل الى البروفيل. وهنا مباشرة كتفتح لك هذه النفيدة هذه. وهذا علاش الفرق بين الحاسوب والهاتف. الى قرأته هنا يا كيقول لك حدد عدد دعوات اليومي. حدد عدد دعوات اليومي للحماية من المحتوى غير المهم والاحتيالي. وهذا هو المساج اللي بغيت نوري لكم. نقوم بتقييد عدد دعوات التي يمكنك إرسالها يوميا. هنا بالنسبة للحاسوب كيحدد لك آلف. بالنسبة للهاتف كيحدد لك غير مئة. وهذا اللي بغيت نعود لك يعني بغيت نوضح لكم هذه النقطة هذه. هنا كيف ما كتشوفو دبا غادي نوجه الناس اللي عددنا على البروفيل ديالنا. غادي نوجه لهم دعوة باش يتابعوا الصفحة ديالنا. هاد العملية جد مهمة. في اللحظة اللي كتكون الصفحة ديالنا جديدة. الصفحة غي كتكون جديدة ما كتبانش على محركة البحث. ما فيهاش محتوى اللي غايت تابعوه الناس يعني بوحش شكل جدي. وبالتالي كتبقى هذه هي الوسيلة الوحيدة اللي خصك تديرها. من هنا كنختاروا الاصدقاء التي تتم دعوتهم. هنا أعطوا لك العدد. اصدقاء المحددون هو آلف. يعني كنكليك هنا على هاد الالف. وكيتحددنا الالف. ومن الاسفل كنكليكيو على إرسال دعوات. بعد ما كنكونوا حددنا الالف. وهنا كنكليكيو من تحت متابعة. وبالتالي هذه هي الطريقة الصحيحة اللي كنقوموا بها. ما كنشاركوش الرابير على المجموعات اللي ما كنعرفوهمش. لاننا غايجينا مشكل ديال مخالفة سياسة المجموعة. ما كنمقاش ندخلو على الفيديوهات ديالنا بواحد شكل كبير جدا. ونوجهو الدعوات للناس اللي يتفاعلوا معنا. وكذلك أننا كنستغلو أننا نوجهو دعوات للناس اللي عدنا على البروفيل ديالنا. ولكن يعني كل نهار كنوجهو المياه إلا استعملناها من الهاتف. أما إلا استعملناها من الحاسوب يعني كيعطيهوك الإمكانية ديالالف. ويقدر يكون هذا العدد كيختلف من صفحة صفحة العساب الأقدمية ديالصفحة. كانت هذه هي الطريقة الصحيحة. تمنى أنكم تكونوا استفتم هذه المعلومات هذه اللي عنده شي سؤال يخليهنا في التعليقات. اللي عنده أي إشكالية يلتحق بنا في البت المباشر. ويطرح السؤال يلو أكيد جدا غير نجاوبه. شكرا لكم إلى فيديو قادم بحول الله.